بسم الله السلام عليكم نتحدث عن الوثائق تغيير ملكية السيارة في حالة البيع العادي وقلنا انه كان حالات اخرى خاصة وتحتاج الوثائق خاصة وانه كل واحدة سنتحدث عنها باحدها اليوم سنتحدث عن واحد الوثيقة لا يوجد علاقة بالنوع البيع وانه يوجد علاقة بالنوع الاشخاص الذين يعيشون والذين يجوج اولا الناس الجالية وتانيا الناس الذين يعملون في المجالات العسكرية فالناس الجالية لديهم الوثائق خاصة لذلك يجب الوثائق يجب انه لا يوجد اختيار انك تضع عنوان خاصة يعني تجد الوثائق خاصة اختيارات الأقاليم والعمالات المغربية هنا الحل سوف تضع عنوان لتسكن فيه والديك او لتسكن فيه انت في المغرب ونحن لديك الادرس في الكارت ديالك ديال بره انما هنا في الموقع تضع هذا الادرس ديال المغرب وستخد شهادة السكنة يعني هذه بينا وحالها سهل وفي يومين قاعد إلى تعطلاتك اتقاد الناس الذين يعملون في المجال الأسكاري الذين يحتاجون شهادة التي تشبه الشهادة السكنة ويشدها من العمل لهم يعني من الادارة التي تابعين لها يطلبون هذه الشهادة المغرب هي التي يدفع والتي للأسف لا يكتشفون هذا النار ونحن عارفين أغلبية الناس يشربون السيارة في الكونجي ويشربون ويشربون السيارة على خاطره وحتى اليوم يرجع الخدمات لكي يدفع الوريقات لكي يدفع لكي يدفع لكي يكتشف هذه المسألة لهذا مزيئة تكون في خبارنا لكي للحظة نطلبوا هذه الواثقة لكي يدفع لكي يكون لدينا كل شيء وجد وكيف نقول دائما كل مدفع نبكري كل ما نكتشف شيء حويج أو على الأقل لكي نشد الضوصين والبارض لكي نقول لكي يدفع لكي ينطلبوا إذا أتمنى تكون هذه المعلومة مفيدة وتتكلمها مع أصحابكم وبالنسبة الوثائق التي يتكلمنا عليها في البيع العادي سأخذها و باقي الإجراءات لكلها موجودة لدينا وحتى لماذا 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 نذكرها بالتفصيل في المرات المقبلة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر